السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كانت القيمة القصوى لسرعة ثقة لكتلته كذا هذه عبارة عن الكتلة يتصل بالزمبر ويتحرك حركة وفقية بسيطة تساويز هذه السرعة القصوى اللي هي بي ماكس بي ماكس وكانت القيمة القصوى للعجلة أيضا هذه قيمة العجلة القصوى اي ماكس اي ماكس وما ثابت الزمبرك وما سعة الحركة المحطيات سجلناها على الحل هنا يعتمد على حساب استخدام استخدام العجلة القصوى لحساب السعة كي على ايم مضروبة في اي منطلع منها اي تطلع عنا اي وتساوي خط الكسر ايم مضروبة في الكي معنات الكي في المقام ايم مضروبة في العجلة اي اذا ما مننسى السالب السالب هذا عبارة عن ايم مضروبة في اي ماكس وتساوي منعوض اه بيطلع عنا ايم عبارة عن صفر فاصلة واحد خمسة ضرب اي ماكس في المقام اللي هي هذا ستة وفاصلة سبعة على كي تطلع عنا اي وات مساوي واحد على كي الاشارة السالبة ستذهب مع السالب والموجب تبعي اي ماكس هنا اي ماكس موجب او سالب نسمي هذه المعادلة رقم واحد المعادلة الثانية بناخد معادلة السرعة بي ماكس وتساوي موجب سالب جزر ثابت المرونة على اي مضروبة في اي نربع الطرفين بصير بي تربيع ماكس تساوي لكي ثابت المرونة على اي م مضروبة في اي تربيع نجيب اي تربيع هذه من ربع هذه ومن عوضة هنا بصير عنا بي تربيع ماكس وتساوي لكي كي على اي مضروبة بي واحد واحد على كي مضروبة في كي نحن بدنا كي اللي هو ثابت المرونة باعادة ترتيب المعادلة بتصير عنا كي وتساوي كي مضروبة في الام اذا معنا ذلك الواحد بي ظل هون تصير اي مضروبة بي بي تربيع ماكس وتساوي واحد على الام الام عبارة عنها خمسة عشر من مية خمسة عشر من مية نفتح قوس البي عبارة عن صفر فاصلة خمسة ثمانة للتربيع جواب بيكون عبارة عن عشرين نيوتن لكل متر لحساب اي منعوض قيمة كي هذا في المعادلة لرقم واحد تصير عنا اي وتساوي واحد على عشرين وتساوي صفر فاصلة صفر خمسة صفر متر منكم خلصنا المسألة وبتمنى تكون وضحات للجميع شكرا